اشتركوا في القناة او نظام السوبر ماركت المستخدم في اغلب الماركت الان في الاسواق اولا رح نبدأ بفتح مشروع جديد من خلال برنامج الفيزول ستوديو ومن القامة فايل ونيو بروجيكت رح نختار التمبلت اللي خاصة اللي اسمها مودال لينج بروجيكت ورح نعمل في هذا الكورس تحت اطار دوت نت فرايمورك فور اللي يتوافق مع نظام الويندوز 8.1 اللي هو نظام حاليا اللي استخدمه نكتب اسم المشروع بهذا الحقل مثل ما تلاحظون على يمين الشاشة سوليوشن اكسب لورا رح نختار رح نضغط على اسم المشروع ونضغط على مفتاح رح نضغط على اد نيو نوت او على المفتاح انسيرت ونضغط على المفتاح اد لاضافتها رح نضغط على اد نيو نوت او على المفتاح انسيرت الاقتصار رح نضيف نوت جديدة نسميها ونضغط على هذا المفتاح لاضافة جروب وهذه العملية فقط للتوضيح او التحليل لبناء قاعدة البيانات نضغط على المفتاح ال to enter للذهاب الى خصائص الغروب ورح نسميه نظام السوبر ماركت استخدام تقنية الباركو ورح نبدي بتحليل النظام وترجمة الافكار على شكل غرافيك اد نيو نوت اولا الادارة الادارة رح تحتوي على صلاحيات المستخدمين وعلى لوحة التحكم وايضا نظام السوبر ماركت رح يحتوي على المبيعات المشتريات المواد التالفة الموردين المبيعات رح تحتوي على رقم المادة او المنتج اسم المنتج تاريخ البيع وإلى آخره من الخصائص المشتريات المشتريات الكمية تاريخ الشراء السعر المواد التالفة رح تحتوي على رقم المنتج رقم المنتج فقط من خلالها رح نعرف المادة التالفة الموردين مسم المورد المواد المورد المواد المورد رقم حاتي المورد مثل ما تلاحظون حلنا بشكل سريع نظام السوبر ماركت من خلال Layout Top Button Layout يرتب التحليل خاص بنظام السوبر ماركت والتحليل هو خاص بترجمة الأفكار على شكل رسومات نحفظ التحليل ورح نعمل في الدروس اللاحقة قاعدة البيانات على أساس هذا التحليل أتمنى أن يكون الشرح واضح وموكي تحياتي للجميع وشكرا